السلام عليكم مرحبا بكم هذا الدرس الذي ستحدث فيه عن الجانب النظري لتقدير التارية من خلال نموذج اللي بدائم فهذا الفيديو سبق وعن قدمته في فيديوهات سابقة إلا أن حضرت جمعة من التبليغات على القناة وبالتالي تم حدث توقف القناة وبالتالي كنت قد توقفت عن إعداد الدروس ولكن نظراً لمراسلات الطلباء ورغبتهم في تجديد المحتوى ارتائت عن أعيد تسجيل هذه الدروس وتركت تلك القناة جانباً وأنشأت قناة أخرى جديد بالنسبة لي النموذج EPM أو فهذا النموذج ينبني يمكن حسابه من خلال المعدلة التالية لكل من المعدل السنوي التساقطات التساقطات السنوية متوسط التساقطات السنوية بالميليمتر مضربة في معامل الحرارة هنا الحرارة لا تأخذ يعني كعمى كمتوسط وإنما هناك معدلة خاصة ثم مضربة في P ثم مضربة في معامل التعرية المحتملة معامل التعرية المحتملة يدخل في مجموعة من المتغيرات الأخرى فبالنسبة لنموذج P ينقسم إلى قسمين يعني يمكن استخدامه من حيث التقييم النوعي يعني معرفة الدرجة التعرية يعني حدة التعرية و يمكن استخدامه كذلك في التقييم الكمي يعني كمية الأطريبات المقتلعة وسنرى ذلك فهذا النموذج هو قديم يعني تم تقديمه من طرف سلوبودان غابريلوبيتش في 1954 يعني في بداية الخمسينيات ولكن لم يعرف تطورا إلا في الأوين الأخيرة يعني مشكل أنه يعني استضفني مشكل خاصة خلال بداية العمل على عدة نموذج هو أنني لم أجب أي دراسة في المغرب تم إنجازها من خلال هذا النموذج والكل كان منصاق على تقدير التعرية من خلال أو 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 تقدير التعرية من خلال بصادر لذلك من نموذجين سائدين حكم أن البكار تم انجازها حكم أن البكار تم إنجازها للمناطق المتوسطية والرسل تم تقديمها في أمريكا وكانت هناك بعض محاولات لملائمتها على المجال المغربي فبالنسبة لنموذج لبعمي يعتمد على مؤشرة عديدة من الحفار والغطاء النباتي وكذلك نوع تربة أو تكون تسطحية وكذلك بالنسبة للتصابطات فهذه المؤشرة تدخل في جميع النموذج ما يميز هذا النموذج عن باقي النموذج الأخرى الرياضية لتقدير التالية هو أنه يستخدم الحرارة كمؤشر أو كمتغيرة ضمن المتغيرات المتحكمة في التالية فهذا النموذج يتم حسابهم من خلال المعادلة التالية التي تشمل كل من التصابطات والحرارة والزيد التي يتم حسابها من خلال مجموعة من بعض العمليات مجموعة من المتغيغات فبالنسبة لي معامل زيد يتم حسابه من خلال كل من قبيلية تربة أو تكوينات تستحية التالية ومعامل XA أو معامل حماية تربة خاصة بالغيطة النباتي معامل تطور التالية وشبكة تصريف أو معامل فيه ثم معامل GA خاصة بالنحضار بالنسبة المئوي فهذه هي المعاملات التي تستخدم في تقدير التالية فالنتائج نحصل عليه بالنسبة للزيد يتم تقسيمها حسب هذه القيم من 0 1 إلى أكثر من 1.25 يعني هذه هي حدة أو مستويات التالية خمس مستويات فهذه التقسيمات هنا المصدر هو GABRIELOVICH ZORN ZORN GABRIELOVICH ليس هو من قام بإعداد هذا النموذج يعني النموذج تسمى تقديمه من خلال سلوب وضان GABRIELOVICH يعني حتى يتم التمييز ما بين GABRIELOVICH ZORN و GABRIELOVICH S أو سلوب وضان ف بالنسبة للقيم كل من Y و XA و FIFA أنها تستخرج هذه المعاملات علاجها داول حددت يعني من طرف GABRIELOVICH سنة 1954 ولكن تمت تعديلها فيما بعد من طرف مشموعة من البحثين يعني هم كلهم أغلبهم يعني غوزلافيا غوزلافيا سابقا فمن بين الأمور التي جعلت الدول الفرنكوفونية أنها لا تعتمد هذا النموذج وهو بفهم أن معظم هذه الدراسات التي اعتمدت على اللغة كانت إما بالروسية بالروسية باللغات الخاصة في دول بلغة وخاصة يعني غوزلافيا السابقة أو بالأنجليزية ومعلوم أننا فيما قبل لم نكن منفتحين على اللغات الأجنبية غير اللغة الفرنسية يعني الشغل الشاغل لدينا كانت هي اللغة الفرنسية غير ذلك لا نعترف بأي لغة وهذا ما جعلنا متأخرين في بعض العلوم لاعتمادنا على اللغة الفرنسية بالدرجة الأولى وتجاهلنا للأنجليزية ولكن الحمد لله مؤخرا يعني قام العدد بهت من سياق نحو الأنجليزية نظرا لأهميتها وهذا عمل نحمود وخاصة بعدما تم فرض نشر بعض المقالات بالأنجليزية فبالنسبة للعمل الذي قمت به هو محاولة توضيف الاستشعار عن بعد في دراسة التاريخ أو بصيغة أخرى يعني محاولة لدراسة التطور بالخصوص أو ملائمة بيانات الاستشعار عن بعد لاستخدامها في تقدير التارية بشكل سهل وسهلس ف كانت النتيجة وهو أن اعتمد على بيانات الارتفاعة الرغمية للأراضي وعلى صور الأقمر الصناعية منها صور الأقمر الصناعية لنصف بحكم أنها تتوفر على معاملة تتوفر على نطاق الحراري لتبقى التربة يعني مسبيا أو التربة والارتفاعة الرغمية تبقى مسبيا ثابتة بينما كل من حماية التربة ومعاملة التارية الحالية هما معاملين تغييرين مع الزمن يعني تغيرا أكثر من تغير الانحضار والترب فهذه الخطاطة توضح طريقة عمل أو حساب معامل التارية المحتملة اللي هو Z ف بالنسبة لهذه المؤشرات كيف يتم حسابها بالنسبة ل مؤشر قابلية التربة للتارية إما أن تعتمد فيه على التربة وهي الأساس بحكم أن التارية غليبا ما تصيب التربة أو يمكن في حالة عدم توفر خرائط التربة يمكن اللجوء إلى خرائط السخرين إلى الصخار ف بالنسبة للتربة في هذا العمل قمت بإعتناد محاولة ملاءمة المعامل الكام في الرسل وتوضيفه في المعامل في العبان بحيث أن القيم تكون لدينا ما بين الصفر والواحد هذه هي القيم التي يجب أن تأخذها مؤاملات قيم قابلية الأسربة للتارية بين الصفر والواحد ولأن هذا ما يميز هذا النموذج هو أنه يترك للباحث حرية التصرف في هذه البيانات يعني أن النتائج تقييم تعود بشكل أكبر إلى تدخل الباحث حيث يحدد هذه القيم في حالة ما إذا لم تعتمد أي معادلة رياضية فإن هذه النتائج ستبقى رهينة بمداد تحديد الباحث بهذه القيم يعني لتقديرات الباحث في في مدى مثلا قابلية الأطربة للتعييب حيث أنه يجب أن يعطي قياما صراحة بين الصفر والواحد بالنسبة لمؤشر لانحضار فهذا المؤشر يتم فيه حساب لانحضار بنسبة مئوية ثم نأخذ في الجبر التربيعي لقيام لانحضار فيما يخص مؤشر حماية التربة مؤشر حماية التربة وهو غالبا ما يتم فيه الاعتماد على الغطاء النباتي فهذا المؤشر حاولت فيه تنظيف صور الأقمر الصناي بشكل أكبر بحكم أنه يعتمد على الغطاء النباتي وعدد كبير من الباحثين يمجأون إلى حساب لين ديفو آي ثم يقومون بتصنيفه فعمليات التصنيف هذه حاولت ممكن أن أعمل على حوالي ستون صورة على ما أعتقد ستون صورة فقمت بحساب لين ديفو آي لهذه الصور وكل مرة يحاول يعني تصنيف هذه الصور حتى أحصل على نتائج تبقى قريبة أو بشبه متطابقة مع المؤشر مع هذه العوامل الوصبية لتحديد معامل حماية الضربة لكسا فكانت النتيجة خروج بهذه المعادلة فهذه المعادلة يعني لم يتم انجازها من طرف ظور كماك وإنما قمت ب انجازها شخصيا يعني كإضافة في هذا البحث اللي توضيف حيث الموضوع كان حول توضيف مضم علومات الشرف والاستشعاران بورد في الدراسة التارية يعني كانت هذه النتيجة وهناك بعض البحثين ممن أخذوا هذه المعادلة كما هي بنفس القيم بنفس الحروب بنفس التسمية ودون الإشارة إلى المرجع وكأنهم هم من قاموا بضبط هذه المعادلة إلا أن بعد طلع بعض المقالات حتى أنهم وضعوا يعني الإشارة للمرجع ف هذه التسمية قمت بتسميتها XINDVA اختصارا حكما أنني قمت بحساب XA من LINDVA هنا في هذه المعادلة يتم فيها يعني لا يمكن تطبيقها إلا إلا بعد حصر قيم LINDVA في القيم القصوى في 60 60 و القيم الدنيا يتم حصرها في ناقص 0.19 المكتوب عنه المعادلة يعني هذه الخطوة الأولية يجب حصر القيم XI LINDVA يجب حصر القيم العليا القيم القصوى في 0.6 أو 0.60 و القيم الدنيا في 0.19 بعد ذلك نقوم بتطبيق هذه المعادلة المعادلة يعني XI INDVA هو LINDVA بعدما قمنا فيه بحساب يعني قمنا فيه بتحديد القيمة القصوى و القيمة الدنيا لأنه معروف أن LINDVA محصور بين الناقص واحد والواحد إلا بعد حساب هذا المؤشر يتم حساب XI من خلال هذه المعادلة إذن فهذه العملية قمت بتحديدها من خلال يعني قلت 62 صورة قمار صناعي بين 1880 و 2011 وكلها للقمار الصناعي لانطسط 45 بالنسبة لي الصور يعني يمكن أن تاخد مجموعة من صور لقمار صناعي ثم تاخد المتوسط المتوسط الانطسط الخاص بهم بعد ذلك تقوم بتطبيق هذه العملية العالية ألا أي هل سأقول لشرح هذا النموذج هذه المعادلة في الفقرة التطبيقية إن شاء الله ثم مؤشر في أو خاص بتطور التارية فهذا المؤشر يجب في رسم التارية الحالية يعني التارية الحالية يجب أن ترسم مع عطاء قيمة أو قيم لحدة التارية تطراح نبيض الصفر والواحد كانت هناك مجهودات من طرف من ليفسكي هو أن هو اعتمد على المعادلة التالية الخاصة بقسمة نطق الأحمر مقسم على أعلى قيمة على أعلى قيمة بالنسبة ل صور الأقمر الصناعية 8 بايت ستكون 255 وبالنسبة ل 16 بايت ستكون 65 ألف و خمسمائة و 36 أي 2 16 ولكن هذه القيمة قد تتغير في حالة ما إذا كانت لديك صور تم تحويلها إلى Reflectance إلى الإنعكاس هذا بالطفى إلى كون أن هذه المعادلة قد تكون لها بعض النتائج السلبية خاصة في المجالات التي تكتر بها الطربة الحمراء فقد تكون هذه الطربة الحمراء نسبياً طربة متطورة لن تتعرف كثيراً للتعرية ولكن بحكم أننا نتمد على النطاق الأحمر يعني ستعرف هذه المجالات بشعاع قوي وبالتالي ستأخذ يعني قيم مرتفعة وكاننا فيها تعرية قوي من ذلك لتفادي هذا المشكل يمكن اللجوء إلى بعض المؤشرات الأخرى كاعتماد مثلاً على المؤشر لنعان لتفادي هذا المشكل ثم بعد ذلك يعني نخلص إلى نتيجة إلى الزهر بينما لحساب تعرية الكمية نحتاج باقة يعني المتوسط السنوي التي تساقطت بالنسبة للحرارة نقوم بحساب الجذر التربيعي للحرارة منضربة في 0.1 زائد 0.1 أو مقصومة على 10 زائد 0.1 هنا نقوم ب إضافة 0.1 حتى لا تكون لدينا لا يكون لدينا الجذر التربيعي للسفر يعني هذا فقط لماذا تمت إضافة 0.1 يعني تفادياً لحصول في العملية حسابية على جذر التربيعي للسفر وهذه هي الخططة النهائية لهذا النموذج بحيث أنه يمكن الاعتماد على صور الأقمر الصناعية بالنسبة لصور الأقمر الصناعي يمكن أن هنا يعني فيها من حساب كل من التربيعي الحالية ومؤشر حماية التربيع وكذلك الحرارة وهذا قد يفيد في تتبع يعني التربيع أو ضائع المسلسل التربيع عبر عدة سنة بالإضافة إلى مطاياة التساقطات كذلك هي متغيرة يعني تتغير مع مرور الوقت بينما لخريطة التربة والانتفاعة الدربيع يعني تبقى مسبياً شيباً يمكن الاعتماد على الصور الأقمر الصناعي ومضايا التساقطات لدراسة تطور المسلسل التارية في حوض محل أتوقف عند هذا الحد وألقاكم في درس آخر والذي سيكون حول تطبيق هذا النموذج حول جانب التطبيقه لنموذج لبيعي كان معكم جمال شعوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة